اشتركوا في القناة وهي مياو بس دونج كان لازم يتخلص من شرها وبقوته الجبارة قدر انه يسجنها ويوقف شرها لفترة كبيرة قوي لكنه ما قتلهاش بس هي وعدته انها هترجع تاني ودلوقتي بقى نرجع للوقت الحاضر وبنشوف بنت جميلة عندها علامة حمرة على جبهتها وبيكون اسمها جو ودي تبقى اميرة عشيرة التعيل بالحمرة وهي التعلب زو التسع زيول وبيجي لها الخادم الخاص بتاعها جينج وبيقول لها ان عمها عايزها فورا وهي لازم تروح له بسرعة بس هي بتكون عارفة ان عمها عايزها علشان اي حاجة مملة وهي بتبقى عايزة تضيف حمس للموضوع فبتخلي اسحابها يمسكوا الجينج بتاعها وبتتحول لهيئة التعلب وبتجري بس فجأة بتلاقي حاجة بتغبطها جامد لدرجة انها بتنقلها الارض تانية هي اول مرة تروحها وبنعرف ان دي الارض المحرمة ارض الشياطين وبنشوف قائد وملك الشياطين الحالي تشي قاعد على كرسي الحكم بتاعه وبيكون ليه قصر خاص به في الارض المحرمة دي وبنرجع تاني الجو وبتكون قررت انها هتتسلل للقصر اللي موجودة علشان تعرف فيها فين وبتقدر تقضي على الحارس اللي واقف عليه بس مش بتقدر تدخل للقصر ده بسبب ان بيكون فيه حاجة سخفي بيرميها المسافة بعيدة من شدة التصادم اللي حصل بينهم ومن شدة التصادم الشيطانة مياه وحست بيه وقالت ان اخيرا زمن رجوعها قرب وكمان دونجو هو في القصر بتاعه وحس بيه وعرف ان فيه مصيبة هتحصل ولازم يروح يحلها بنفسه وبيقوم وبيروح لارض الشياطين وفي الوقت ده بيكون فيه نمر كبير بيجري وراجه وعايز يكلها لانها بالنسبة له هي دخيلة لكنها برغم خفتها الا وانها في الاخر كانت هتبقى وجبة ده سمالي من حد ما بيظهر دونجو بينقذها من النمر ده ولما الجنود وملك الشياطين بيطلعوا من الكهف بتستخبى جو فبيقول دونجو انه دخل الارض دي بنفسه والنمر ده كان بيهاجمه بس هو قضى عليه وبتكون جو سامعة وعايزة تطلع تدافع عنه بس بيجي نسر كبير وبيشيلها وبيمشي بيها وبيقول لها ما ينفعش تدخل في اللحظة دي علشان ما تكبرش الموضوع وبيكون النسر ده هو جينج وبنرجع تاني لدونجو والشياطين بيكونوا عايزين يحاربوا لانه اخترق الارض بتاعتهم بس بيجي نائب دونجو واللي بيكون اسمه ليانو بيهدي الموضوع وبيقول ان مش لازم تقوم حرب تانية وبيفكر الشياطين باللي حصل لهم اخر مرة وبيقدر يعمل هدنة تانية بينهم وبترجع جو البيت وبتفضل تفكر في دونجو وبتكون اعجابة بيه لانه شاهمه قوي وكمان انقذها وبتبقى عايزة تردله الجميل ده وكمان تحاول تقرب منه باي شكل فبتروح لكبير خدم الملايكة واللي بيكون ليه علاقة بكل ملوك عالم الملايكة واللي اسمه مينجو وبتطلب منه انها تبقى خدمة عند دونجو في القصر الملكي بتاعه علشان تردله جميل انه انقذها بس مينجو مش بيبقى موافق لانها في الاول والاخير اميرة بس هي بالحاحة بتقدر تخليه يوافق وبيخليها تخبي العلامة الملكية بتاعتها وكمان بيلبسها لبس خدمين وبيوديها للقصر الملكي وبيدخلها واستطابور من الخدمات وبنعرف ان دي مرحلة اساسية في اختيار الخدمات علشان دونج بيكون عنده اخت بالتبني بتحبه بس مش ايلاله لكنها بتكون بتغير عليه من اي بنت حلوة علشان كده بتبقى عايزة خدمات وحشين وبيكون في بنت واقفة جمب جو بتبهدل وشها بالفحم وكمان بتبهدل وش جو لانها جميلة وبتقول لها تصق فيها وفعلا اخت دونج بتبدأ تختار وتمشي الجاملات لحد ما بتوصل لجو وبتبقى شكة انها جميلة بس بيجي خبر لاختي دونج بيخليها تسيب كل حاجة وتمشي وبيكون كده الفحم اللي البنت حطيته على وشها كان سبب في انها يتم اختيارها وبيروحوا للمكان اللي هيعيشوا فيه في القصر وبتتعرف جو على البنت دي وبيكون اسمها لو وبتشكرها على اللي هي عملته معيها بس لما جو بتنظف وشها وبتبدأ تشوف شغلها بتشوفها اخت دونج وبتكون غيرانة منها وبتحاول انها تصعب عليها الامور وبتبقى عايزة تطردها باي حجة لكنها بتكون مستنية سبب مناسب وبنعرف ان ملك الشياطين عنده اخته اسمها هينج وبيكون معاها حارس خاص بيها اسمه سو وبتبقى هينج الوحيدة اللي عارفة ان ده مش راجل انما دي بنت زيها وبتكون معتبرها صديقتها المقربة وبتعرف هينج ان اخوها عايزها فبتروح له وبتلاقيه بيقولها شيء غريب جدا وبيكون طالب منها انها تتجوز دونجة غزبة عنها ويعملوا مهدنة سلام وهمية علشان يقدروا يرجعوا مجدوهم تاني بس بيسمعهم امير من العائلات الملكية في عالم الشياطين وبيكون اسمه يان وبيكون بيحب هينج ومش بيبقى عايزها تروح لدونجة وتبعد عنه بس هي مش بيكون قدامها اي خيار غير انها توافق على كلام اخوها الملك وبس واتشي بيقول ليان ان دي امور ملكية هو ملوش ان يدخل فيها وفي يوم بيكون مينجة قاعد مع دونج والنائب بتاعه بيأكله سوا وبيلمح جوه وقفة بعيده من شدة سرحانها في دونج بتفقد السيطرة على زيولها فبيجري مينجة عليها وبيخبيها في ايديه بقدرته السحرية ولما بيحاول نائب دونج يعرف ومخبي ايه بيجي دونج وبيفكرهم وبيتخنقوا وعشان هو حكيم بيقولهم يبطلوا اللي هما بيعملوه بس مينج بيودي جوه لمكان تاني بعيد وبيقول لها انه مش كل مرة هينقذها وانه في مرة هتتكشف وهتبقى العواقب مش كويسة لكن بتكون فيه اميرة بتسمعهم واسمها تشينج وبتكون صاحبة جو وبتعرف اللي جو عايزة تعمله فبتقول لها تشينج انها مش هتقول لحد على سرها ده لكن بتنصحها انها ما تتعلقش بدونج لانه غريب في الموضع دي لان طول السنين اللي هو عاشها واللي هي كتير جدا مفيش بنت خطفة قلب ولا حنلها وبنعرف ان يون مايقسشي وبيبعت رسالة لدونج بيعرفوا فيها انه عايزهم يقتلوا بعض ويشوفوا مين اقوى من التاني بس بيعاد يوم واثنين وتلاتة ودونج مش بيرد على الرسالة دي وده نوع من انواع الاستهزاء بي فبيروح يان بنفسه بيتحدى دونج في القصر بتاعه بس دونج بيبين له انه مش مهتم بي فبيقول له يان انه هيعمله اي حاجة بس يوافق انه يتقاتل معاه فبيستغل دونج الموقف وبيقول له ينظف القصر الملكي ويعمله مهمات كتير قوي بس في الاخير بيكون هدفه انه يستهزأ به مش اكتر فبيتعصى بيان جدا وبيروح لشيطان اسمه تشو وبيقول له انه عايزه يساعده في انه خلي دونج بل التحدي بتاعه فبيكون الشيطان ده خبيس جدا وبيقول لي يان ان في حجر دونج بيحميه وبيعتبره اهم حاجة في حياته هو موجود في القبو بتاع القصر عنده ولو قدر يوصله ويسرقه هيبقى كده اكبر دونج على التحدي وفعلا يان بيعمل كده وبيستنى يوم دونج مش بيبقى موجود في القصر وبيستخدم قوته وبيتحول لشكل دونج وبيدخل القصر وبينزل القبو وكمان بياخد الحجر ده ولما بيرجع دونج بيحس ان في حاجة غلط وبينزل يشوف الحجر ومش بيلاقيه فبيعرف انه تسرق وبيتتبع طاقة الحجر ده لحد ما بيوصل لمكان غريب بيكون يون مستني فيه وبيقول له انه هيديره الحجر ده بس بشرط انه يقبل التحدي بتاعه وبيهجم على دونج وفي الوقت ده بيحصل برق جديد في السماء فبتحس جو ان في حاجة غلط فبتروح لمينجو وبتسأله عن اللي بيحصل فبيقول لها ان فعلا دونج دلوقتي في السرع مع شطان فبتطلب منه يوديها للمكان اللي دونج فيه علشان لو حصله حاجة تقدر تحميه وتدفع عنه وبعد الحاح شديد بيوافق وبينقلها بقدراته للمكان اللي دونج فيه وبنعرف انه دونج تفوق على يان ولسه هيدربه الضربة الاخيرة لكن يان بيفادي نفسه بالحجر بتاع دونج ولما ستيف بيخترق الحجر ده بيحصل شيء غريب وبيتحبس دونج جوية وبيفضل يحارف فوحوش وبنعرف ان الحجر ده زي السجن ودونج ساجن فيه كل الكائنات الشريرة اللي بتهدد السلام العام ولما بتروح جوه وبتشوف دونج محموز بتبقى عايزة تحرره ومش بتعرف بس بيجي لها تشوه وبنعرف انه كان واقف بقاله فترة بيتفرج على صراع ده وبيبقى فيه حاجة هو مخطط لها بتفيد مصلحته بس وبيقول تشوه انه يقدر يخليها تدخل لاستجن ده مع دونج علشان تحميه لكن بمقابل بسيط وهو انها تديره 8 ديول من ديولها وهيرجعهم لها تاني بعد نص ساعة ويتكون انقذت دونج وخرجت وفعلا هي بتوافق وكل اللي هو قاله بيحصل فعلت وبتدخل جول دونج وبتحارب معاه وهو بيعجب جدا بيها لكن كتعلبة مش بني قدمة وكمان بتجيلهم هينج وبتحارب معاهم بس دونج بيستخدم كل قدراته في ضربة جديدة بيقضي بيها على كل الوحوش والكائنات الشريرة وبيروح لهينج وبيقول لها اللي جابها فبتعرفه بنفسها وبتقوله انها سمعت يان وعرفت انه عايز يزي وهي ما كانتش هتسمح ان ده يحصل وبتبقى عايزة تقرب منه لانها هي كمان معجبة بيه برغم انه ملاك وهي اشتانة وبيبقى دونج المفروض يخرجهم من المكان ده بس هو بيكون ضعيف في الوقت الحالي وبيقولهم انه لازم يرتاح شوية وبكرة هيخرجهم وفعلا بيباتوا سوى وبيفضل دونج يلعب مع جو وبيقرر انه هيتبنيها لانه اعجب جدا بالتعالي بالحمرة بسببها وتاني يوم بيحررهم دونج وبياخد جو للقصر بتاعه وهي بتبقى مسلمة الامر لانها مش بتبقى عارفة ترجع تاني شكلها بسبب ديولها اللي اتشخدها منها ومرجعهاش خلال نص ساعة زي ما قال وبيهتم دونج بجو جدا وبيكون تعلق بيها وبيستمتع وهو بيلعب معها وهي مش بيكون عندها اي اعتراض وبتقول لنفسها طالما هي قريبة من دونج يبقى هي فرحونة ومش بتبقى عارفة تقول لدونج ايه لما ترجع تاني للجسم بتاعها بس هي بتسيبها لوقتها وبتقول انها تستمتع معا بالحياة دلوقتي وبتروح جول مينجي وبتقول له اللي حصل وبتعرفه انها مش عارفة ترجع تاني لشكلها وهو بيقول لها انه هيدور على العمل فيها كده ويحل مشكلتها وفي يوم بيكون دونج مستني ديوف يجوله لقصر وبتكون جو متشالة من قبل خادم من خدام دونج لانها بقى تفرض مهمة فعيلة دونج بس بنعرف ان دونج مستني هنجي وبتبقى جاية بدعوة منه علشان يشكرها انها حاولت تساعده وبتروح هنجي علشان تلعب مع جو بس جو بتكون متغازة منها وبتسيبها وبتمشي لانها بتعرف انها عايزة تتجاوز دونج ولما بيجتمعوا ببعض تاني بتحاول هنجي انها تلعب مع جو بس جو بتخربشها في خدها وده شيء بيعصب دونج وبيخليه يحبسها في غرفة لوحدها علشان تعرف ان اللي هي عملته ده غلط بس بيكون الحزن باين عليها وبتصعب على الخادم المسؤول عليها فبيقول لها انه هيخليها تخرج بره الغرفة تشم هوى بس بشرط انها ما تبعدش علشان ما يحصل لهاش مشاكل تاني بس هي مش بتسمع الكلام وبتروح له دونج بس المرة دي بيحصل لها مصيبة وبنعرف ان دونج مربي اسد جبلي والاسد ده كم متغاز من جو لانها خطفت منه حبه صاحبه بسرعة وبيفضل يضربها وبيرميها في النهر ومع سريان المية بالصدفة بيكون مينجي بيصطط سمك وبتطلع جوه في السنارة بالغلط وبيخدها وبيعالجها وبيعرف منها اللي حصل فبيقول لها انها عرضت نفسها للخطر كتير جدا علشان دونج بس هو مش بيحبها وبيقول لها انه خلاص قرر انه يتجاوز هينج بكرة وبتقتنع جوه ان دونج مش ليها خلاص انما هو مع دينج دلوقتي وبتطلب من مينجي انه يرجعها البيت بس هو بيقول لها انه قدر يلاقي اللي سرق ديولها وهيرجعهم لها وساعتها يقدر يرجعها تاني للبيت بتاعها وبيروح مينجي مع تشينجي ومعيهم ملاك تاني وبنعرف ان اسمه تشيان وبيبقى صاحب عمها وزي وزي عمها بالزبط وبيحربوا تشوه وبياخدوا منه الديول بتاع جوه وبيمشوه وبترجع جوه لبيتها وبتقابل تشيان وبتشكره وبتقوله انها مش عايزة تعرف جدها علشان يبقى ليه شأن عالي في عالم الشياطين لما هي تتحرر وبنشوف هينجي هربانة من صوب عيد عن اخوها وكل حواراته وبتكون كلمت دونجي وقالت له انها مش جاهزة للجواز دلوقتي وهو سمح لها انها تاخد روحها من كل المسئوليات وطبعا ده كله من غير ما اخوها يعرف وعلشان هينجي ما توقعش دونجي في مشاكل بتقول لدونجي يقول انها هربت من الجواز كله وهو ما يعرفش اي حاجة وبيروح خدم دونجي وبيقوله ان التعلب هرب فبيتدايق دونجي جدا وبيقوله يدور عليه ولازم يلاقيه وبتروح جو لتشو بتقتله وكمان تشيون بيساعدها علشان تنتقل من تشو على اللي عمله معها وبعد كده بتروح لجدها وبتتأسف له لانها اختفت الفترة اللي فاتت من غير ما تقوله بس هو بيكون متدايق منها لكنه بيسمحها وبيقول لها انها الاميرة وحد مهم فعالتهم ولازم تتحمل المسئولية شوية وبنعرف ان جوه عندها اخته صغيرة وبيقدر تشيه انه يعرف مكان اخته وبيروح لها بجنود كتير وبيبقى عايز يرجعها بالغزبة بس سوه بتدافع عنها لكن بيكون عدد الجنود كتير وكمان تشيه بيبقى معهم وهو اقوى منهم كلهم وبيكون خلاصه تهزمت بس بتلاقي هينج حزينة لانها هترجع لحياة الاستعبات تاني فبتقول لتشيه سامح هينج وهي هتكفر عن ذنبها وبتطعن نفسها بالسيف وبتقع في حضن هينج وبيكون تشيه بفكر ان سوه هينج بيحبوا بعض بس سوه بتفك شعرها وبتعرفه انها بنت وانها صديقة هينج وبس وبتموت بين ايدين هينج فبتتقهر هينج وبتقول لتشيه انها مش عايزة يبقى ليها علاقة بي تاني وانه مش اخوها من النهاردة وبتاخد سوه وبترمي نفسها من فوق التل وبتخلص على نفسها لكن بعد سقطها ما بتكونش ميتت وبيقدر تشوه انه يلاقيها في عالم البشر الفنيين لكنها بتكون فقط الذاكرة وده برضو بيكون في مصلحة خطته وبيعرف دونج ان سجن مياو بدأ يضعف وهتفك نفسها في اي وقت علشان كده بيروح لها وبيعيد اصلاح السجن ده بكل قوته لكن فجأة بتلف دم على الارض وبتكون قوة ضعفة جدا وده لانه بقاله قرون بيحمي العالم ده بنفسه وبيفقد الوعي في القصر بتاعه وبييجي دكتور يكشف عليه وبيقول ان جه وقت الروحة بتاع دونج وبنعرف ان وقت الروحة ده معناه ان ينزل بوعي ويعيش حياة بشريين عاديين انه ساعتها طاقته هتتجدد تاني وفي يوم بتكون جهو بتدردش مع تشينج وبتعرف منها ان وقت الروحة بتاع دونج جه فبتكون جهو عايزة تطمن عليه وبتروح لمينجو وبتقوله انها عايزة تروح تعيش في العالم البشري مع جه وتخلي بالها منه بس هو بيقول لها ما ينفعش لانها طيشة واي حاجة هتعملها هتضر بدونج لكنها كالعيدة بتفضل تلح عليه لحد ما بيوافق وبيقول لها ان في قاعدة مهمة ما ينفعش تخلفها وهي انها لو استخدمت قدراتها السحرية في عالم البشر هيحصل لها تأثير عكسي في صحتها وممكن تموت وبنعرف ان دونج تولدت في عائلة ملكية في عالم البشر وهو وريس العهد وبيكون عنده أخ اسمه ينج وبيكون شايل ضغينة ناحية دونج وفي يوم بيعين الملك مساعد لدونج واسمه تي وبيكون شجاع ومخرز جدا لدونج وبيكون في مهمة أولى لدونج وهي أول معركة لي ضد جيش العدو على حدود دولتهم وبيروح دونج للحرب دي وبتكون حرب جديدة جدا والخطر بيحاول دونج من كل اتجاه وكان هيتخلص على دونج في مرة لكن تي بيفادي دونج بعينه وبتروح جو لمكان الحرب وبتضطر انها تستخدم قدراتها وبتلبس لبس المحاربين وبتروح تحارب مع دونج وبرضو بتقدر تحمي دونج واتدفع عنه وهو بيشوف الشهة وبيسألها عن اسمها فبتقوله جو وبيبقى مقتنع انها راجل ولما الحرب بتخلص وبينتصره مش بيلاقي جو لكنه لما بيرجع تاني للأصر الملكي بيلاقي تي مصاب وحالته سيئة فبيقوله انه من النهاردة هيعتبره أخوه اللي مش من دمه وبسبب استخدام جو لقدراتها بتبقى لازم ترتاح لان صحتها بتضعف جدا وبنرجع تاني لدونج وبياخد الملك علشان يوريه تراس العيلة الملكية وبيكون في قبو سري في المقبرة الملكية بتاعت العيلة ومخبي فيه الحجر اللي دونج كان بيحميه في عالم الخالدين وبيبقى في عالم البشر ملقب بحجر لينج بي وبرضه بيكون ورا الحجر قصة وهي انه حجر كريم وقع من السماء في وقت حرب وبسبب الوقع بتاعته انتصر جيش العيلة بتاعت دونج وبقى الحجر ده تراس ملكي ولازم يحميه بروحه وبعد أيام بنشوف ان الملك حالته الصحية سيئة وبيحتضر وقبل ما يموت بيواصل دونج على المملكة وعلى التراس بتاع العيلة ولما بيموت بيوري الزونج منه المملكة وبيعين أخوه وزير ليه وبيخلتيه امبراطور وقائد كل الجيوش وبنعرف انتشو قدر يقنع هينج انه انقذها وبيخليها مدينة ليه بحياتها لكنه بيطلب منها خدمة واحدة وهي انها تساعده في انه يرجع الكنز عيلة والترق منه وهو حجر لينج بي وبيكون مخطط لكل حاجة وبيروح لمملكة منافسة لمملكة دونج وبينهم مشاكل وبيستخدم قدرته في انه يسيطر على ملكها ويخليه عينه أمير ويخلي هينج أميرة وكمان يبعثوا عرض لدونج انه يتجاوز أميرتهم ويحلوا كل مشاكلهم ويعوم السلام على الكل بس تشو بيتعب لما بيستخدم قدراته في عالم البشر وبيقول لهينج انه جايب لها واحدة تلزمها في كل حتة وبيكون عندها مهارات قتالية علشان تدفع عنها بس الغريبة انها بتطلع صوف ولما هينج بتشوفها بتحس انها شافتها قبل كده وبترتح لها وبتوافق انها تفضل معيها وفعلا لما العرض بييجي لدونج بيستشير أخوه ويتي لكن تي مش بيكون موافق خالص لانه شايف ان المملكة دي غدارة بس ينج بيقول انه موافق على الجوازة دي لانها هتنهي عداية كبيرة وبنعرف ان ينج مشترك مع المملكة المنافسة علشان يأذي أخوه فبيوافق دونج مبدئيا وبيقول انه مقتنع بكلام ينج وهيتعرف على الأميرة دي ولو تناسبه هيتجوزه وبعد ما الاجتماع بيخلص بيطلب دونج من تي انه يدور له على الجندي المخلص اللي دافع عنه وأنقص حياته في الحرب اللي اسمه جو فبيقول له تي انه هيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يوصل للجندي ده وبعد كم يوم بتكون جو قاعدة تكل في مطعم في المملكة بتاع الدونج وبتسمع فجأة هتفات عالية وبنعرف ان دي هينج الأميرة اللي دونج المفروض يتجوزها بس فجأة بيهجم عليهم شوية محاربين وبيبقوا عايزين يقتلوا هينج علشان يخلقوا عداوة بالمملكة دونج والمملكة اللي هينج بتمثلها لكن بيتصدى تي للمحاربين دول لكن بيكون فيه رامي أسهم هيطيبه فبتشوفوا جوه وبتنبه تيه قبل ما يتصاب ولما بيتفادة تيه السهم ده بيفتكر جو وبيعرف انها المحارب اللي دونج بيدور عليه فبيكمل قتاله وبينتصر على المحاربين دول وبينقذ هينج وكمان بيشوف حراسه قبضين على جو وبيقولوله انهم شكين ان ليها علاقة بالهجوم اللي حصل ده بس تيه بيخليهم يفكوها وبيقول لها انه كان بيدور عليها وبيوريها صورتها مرسومة وبيعرفها ان الملك دونج بيدور عليها من اخر مرة كانت معاهم في الحرب فبتروح مع تيه للأسر الملكي بتاع دونج لكن قبل ما بتدخل بتكون هينج جوه علشان تسلم على دونج وهو بيتأسف لها على اللي حصل ده وبيقول له تيه انه قدر يلاقي جو المحارب اللي هو كان بيدور عليه فبيقوله دونج يدخله بسرعة لانها المفروض كانت انتحرت وماتت وبتستغرب اكتر لان هينجا ما تعرفتش عليها بس بتدخل لدونج وبتعرف نفسها بس هو بيكون قاعد ومبتسم وفرحان بيها لانه مش بيكون عارف انها بنت فبيقول لها انه هيعينها قائدة في الجيش وكمان هيحقق لها اي طلب هي هتطلبه في اللحظة دي فبتقوله اذا كان كده فهي عايزة تعيش معاك في الاصر الملكي حتى ولو في غرفة منفصلة بس قريبة من الاصر وبيبقى طلب غريب لكنه بيوافق بدون اي نقاش وبيروح تيل المكان اللي جو هتعيش فيه وبيكون جايب معاه مشروب وبيقول لها انهم شكلهم هيبقوا صحب جدا وبيعود يشرب معيها وفي الليلة دي بيكون دونج بيتمشى مع الحشية بتوعه بس فجأة بيلاقي بنت بتجري عليه وبيقعوا هما لتنب في المياه والبنت دي بتكون جو بس بتكون بهيئة البنت مش الولد اللي الكل كان شايفها بيها وتحت ضوء الامر بيتزهل دونج من جمالها لكن سرعان ما بتهرب منه ومش بيقدر يمسكها وبيفضل دونج مهوز بالبنت اللي هو شافها دي وبيفضل يفكر فيها طول الوقت وبيبقى عايز يوصلها بأي شكل فبيخلي تي دور عليها في كل مكان وفي يوم بيكون تي قريب من بيتزه وبيحكي لها اللي هو بيعمله ولما بتعرف ان دونج بيدور عليها بتتوتر فبتدي له علبة مرهم للجروح وبتقوله انها بحكم انه امبراطور وقائد جيش الملك فهو بيتعور كتير والجسمه مليان ندبات والمرهم ده هيعليج له ندباته وبياخده منها وبيكون مبسوط بيه جدا بس الغريب انه بعد ما بيمشي بيحس انه فيه حاجة غلط ومش عارف ليه هو مجدود لجو وفي يوم بيروح منجل جو بيسلم عليها وبيقولها انه طبعا عارف كل اللي هيحصل لانه عارف التسلسل اللي المفروض دونج يمر بيه وبيقولها ان المفروض دونج يمر بتجربة حب من طرف واحد ولازم يتجرح علشان قدراته ترجع تاني احسن من الاول في عالم الخالدين فبتسرح جو شوية ومش بتبقى عارفة ازاي هتستحمل انها تشوفه بيحب حد غيرها وكمان لو هو حبها فازاي هتقدر تستحمل انها تجرحه لكنها بتقول لمنج انها هتخلي كل حاجة تمشي بأحسن صورة وبتكون جو قرارت هي هتعمل ايه وفجأة بنشوف حارس بيجري على دونج وبيقوله فيه خبر مهم وهو ان فيه حارس قدر يلاقي البنت اللي وقعته في المية وهي مستنيها دلوقتي في القصر وبتكون جو قرارت انها مش هتخبي حبها لدونج وكمان هتوقعه في حبها وفعلا لما دونج بيروح لها بتفضل جو تتأسف له علشان خدعته وقالت له انها راجل وهو خليها قائدة جيش من جيوشه بس هو مش بيكون زعلان منها وبيقول انها شجاعة وعلشان كده فهي تفضل عيشة في القصر بتاعه ومش هيخليها تمشي وده لانها هتبقى مراته وبيكون قرار سريع من دونج لكنه بيبقى متأكد انها هي دي البنت اللي بيدور عليها وفعلا بيبعت لدونج في البيت بتاعها خدام لانها بقت مرات الملك خلاص وكمان بيروح لها بالليل وبيقعد معيها وبيفضل يتغذل فيها بس هي بتكون مكسوفة منه ومش متعودة على التغير السريع المفاجئ ده وتاني يوم بيوصل الخبر لهنج ان الملك تجوز جو لكنها مش بتيقس وبتفضل تحاول علشان تبقى زوجته التانية وتعرف مكان حجر لينج بيه وبتفضل تتودد لدونج بكل الطرق وتاني يوم بيروح دونج مع جو بيركبه حصان سوا وبتحس جو قد ايه هو فعلا بيحبها وبتكون فرحانة وهي معاه وبيروح تيل جو في يوم وبيتطمن على صحتها وبيكون عارف هو ليه كم مشدود لها لانه كان حاسس انها بنت من البداية وبيبقى شايد لها مشاعر مش قادر يعرفها بيها لانها تبقى مرات الملك دلوقتي بس هي بتكون بتعمل حلويات وبتخلي دقها اول واحد وبالصدفة بيشوفهم الملك وبيغير جدا ومش بيبقى مبسوط بالمنظر ده لكنه مش بيدخل عليهم ولا بياخد اي موقف وبتروح جول دونج علشان تدوقوا الحلويات دي بس هو بيسألها هل هو اول واحد يدوقها فهي بتتوتر وبتقول له اه لكنه بيبقى عارف انها كذابة وبيقول لها ان في حفلة هتقام في القصر كمان يومين وبيبقى عايز تعمل كمية كبيرة من الحلويات دي وفعلا جوب تعمل كمية كبيرة منها وبتبعتها المطبخ القصر علشان يقدموها في الحفلة بس مع اول واحد بيأكل من الحلويات دي بيقع ميت وبيجي الدكتور وبيكشف عليه وبيقول له منه مات نتيجة لان الحلويات دي فيها سم وبنعرف ان اللي عملت كده هي هنج وبتكون خلت حد من اللي شغالين في المطبخ يحط السم ده وطبعا كل التهم بتترمي على اللي عمل الحلويات وهي جو بس دونج بيحاول يدفع عنها وخصوصا لما هي بتقول انها ملهاش اي زمد لكن الملكة والدة دونج بتقوله انها لازم تقبض عليها ويتم التحقيق معها لانها ارتكبت جريمة وكانت بتحاول تقتله هو كمان وفعلا هو بيؤمر الحراس انهم يقبضوا عليها وبعد ما الحفلة بتخلص بيجيب دونج تيل عنده وبيقوله يحقق ويلاقي اي دليل على براءة جوب اسرع وقت قبل يوم حاكمتها ويتنفذ عليها حكم الاعدام وفعلا هو بيشتغل بكل طاقته علشان يخرجها من السجن وكمان بيروح له بتكون تعبنة جدا وبتكون حزينة لان كل الخدام بتوعها بيتعذبه وبيتم التحقيق معاهم بسببها بس تي بيقولها انه هيثبت انها بريئة في اسرع وقت وفي ظل الظروف اللي بتحصل بتستغل لهينج الموقف وبتحاول تقرب من دونج أكتر وأكتر وبتتودد له بكل الطرق الممكنة وكمان بتروح له القطر وبتجيب له شاي هي عملاب نفسها ولما بيشربه بينين من كتر التعب فبتقوم تدور في الاسرع على اي حاجة تعرفها مكان حجر لينج بي لكن دونج بيكون ذاكي ومش بيبقى سايب اي حاجة تخلي اي حد يوصل للحجر وبيروح دونج الجو بيقولها انه مش سيكت وانه عايز يخرجها بس ده أصر الملك ولو حصل اي تنازل واستخدام للسلطة مش هتبقى في صالحهم وبيفضل يسألها اسئلة علشان يعرف يخرجها ولما بيقولها هي منين وبلدها واصولها ايه فبتقوله انها مش هتقدر تقوله لكنه بيفكرها بتخبي حاجة وخينة فعلا زي ما الكل بيقوله وبيحس ان فعلا التهم التبتة عليها وحقيقية فبيسيبها ويمشي وفي يوم بيكونتي بيحلل الحلويات بتاع تجوه وبيعرف سر خطير وبيكون قدر يلاقي دليل البراءة وفي يوم المحكمة بيقفتي قدام الكل وبيقول ان معي دليل البراءة وبيخلي حد يدخل عليه بقطعة من الحلويات في طبق وحد تاني يدخل بكلب حراسة وبيقطع تي قطعة من الحلويات وبياخد جزء منها وبياكله ومش بيموت وبياخد جزء تاني من نفس القطعة وبيدي للكلب اللي بمجرد ما بيأكله وبيموت فكل اللي واقفين بيستغربوا ومش بيبقوا فاهمين ايه اللي حصل فبيقول تي ان قطعة الحلويات مش مسمومة لكنها مدهونة سم من تحت وده عن طريق ان الطبق اللي كانت بتتقدم فيه كان مدهون سم وحالة الوفاة حصلت بسبب ان اللي اكل من الحلويات اكل القطعة كلها مرة واحدة فبيقول ينج ان ده مش دليل كافي ومش بيبقى عايز ينج تتكشف بس تي بيقوله ان الطبق اللي كانت الحلويات متقدمة فيه وكان مسموم لقوه متكسر ومرمي قريب من مطبخ القصر الملكي ولما بيحققوا في المطبخ بيقدروا يوصروا للخدامة اللي عملت كده وفعلا بيجبوها وبيكون ينج خلاص عارف انه تكشف وكمان هنج بتقعد على الارض من الخوف بس الخدامة دي مش بتحاول انها تدفع عن نفسها وبتحاول انها تقتل دونج بس تي ينج بيستغل الفرصة وبيقتلها هي علشان يخب السر بتاعه هو وهنج وبيروح دونج الجو بيحضنها وبتأسف لها علشان شك فيها وبيرجعها مع القصر ثاني وبيكون تي واقف وراها وزعلان لانه عمل كل ده لانه بيحبها وهي حتى لما خرجت دونج خد الحب كله هو اتنسى خلاص وتاني يوم بيروح دونج الجو بيديها علبة فيها عطر هو عمله مخصوص لها وبيقول لها انه عايزها تي معا مشوار وبياخدها الهنج اللي بتكون مريضة وبيزورها سوا ولما بيجيب الدكتور علشان يكشف عليها بيقول انه مش عارف يحدد المرض وده لان دقات قلب هنج بتتغير مرة تبقى عالية ومرة تبقى واطية فبتعرف جو ان دي هنج اللي تعرفها وعدم انتظام دقات قلبها بسبب انها من عشيرة الشياطين ولما دونج وجو بيمشوا بنعرف ان هنج كويسة وما فيهاش اي حاجة وهي بس بتعمل كده علشان تقلق دونج عليها ويتحاول تخليها تعاطف معها بس هو مش بيبقى مركز مع اي حد غير جو وبعد كده بياخد دونج جو بيروحوا للمقبرة الملكية بتاعت العيلة وبينزلوا القبو وبيعرفها مكان حجر لينج بي وبيقول لها ان ده ورس العيلة وبيعرفها كل المصايد وطرق تفاديها وازاي تعطى الاسالي بالدفاع عن الحجر وبيقول لها ان محدش يعرف المكان ده غيره هو والملك والده اللي ميت وهو عرفها عليه لانها مراته ومقتمنها على كل اسراره ولما بتلاقي هنج ان كل محاولاتها في التقرب من دونج تفشل فبتقرر انها تعرف طريق الحجر بالقوة علشان كده بتجيب عطر معين ريحة مميزة وبتروح لجو وبتدهولها وبتفضل تشكرها علشان جات زرتها وهي تعبينة وبتقبل جو الهدية منها وبنعرف ان هنج عملت كده علشان الريحة بتاعت العطر تلزق في جو وسو مساعدة هنج تقدر تتبع الريحة دي وتعرف مكان الحجر من جو وفعلا ده بيحصل لان بعد يومين بيطلب دونج من جو هتروح لمكان الحجر علشان تشرف على كام حاجة هناك معتي وبتكون سو بتراقب جو وبتعرف مكان الحجر منها وبتتسلل للمكان وبتحاول تدخل لكن اساليب الدفاع والحماية بتتفعل وبياخدش سهم من الاسهم براع سو وبيقطع هدومها وبتعرف جو ان في حد قدر يتسلل وراها والحسن الحظ بيكونتي معيها علشان يحميها بس سو لما بتلاقي ان الخطة هتفشل فبتقرر انها تنسحب وبتهرب وبتروح لهنج اللي بتعالج الجرح وبتقول انهم قربوا جدا من نجاح خطتهم لكن تاني يوم بتروح جول دونج وبتعرفوا كل حاجة وفجأة بنلاقيهم طالعين على بيت هينج ولما هينج بتشوفهم بتتخض فبيقول لها دونج انه عايز يعود معيها هو ومراته ولما بيعودوا معيها بتبقى متوترة جدا لان في نفس الوقت بتكون سو بتتسلل لمكان تاني وقدرت توصل للحجر فعلا لكن لسوق حظها ان خطتهم كانت مكشوفة وكانت تي واقف بحراس كتير على البيب وبيقبضوا على سو وبيروح تيب سو لبيت هينج فبتعرف انها تكشفت ومع ذلك بتحاول سو انها تجدب وبتفضل تقول انها هي اللي عملت كل ده وهينج ما عملتش اي حاجة بس دونج مش بيبقى مصدقها فبتسأل هينج وهم عارفوا انها المزنبة منين فبتقول لها جو ان العطر اللي هي ادت هولها بهدف انهم يرقبوها ويعرفوا مكان الحجر من خلال ريحته كان مميز قوي واللي هما ما يعرفوهوش ان مناخير جو حسسة جدا ناحية العطور علشان كده لما استهم جرح سو هي شمت ريحته وريحة الهدوم اللي كانت عليه ولقيت انها نفس العطر اللي هينج ادت هولها ففهمت ان هي اللي ورا كل حاجة بس سو بتبقى عايزة تنقذ هينج وخلاص فبتتأسف لها وبتقرر انها تخلص على نفسها يمكن التهمة تقع من على هينج وفعلا بتموت بس ده ما بيأثرش على اي حاجة وبيقمر دونج بالقفض على هينج لحد ما يقدر يقرر هيعمل فيها ايه لكن فجأة بتختفي هينج من السجن اللي هي فيه وبيروح حارس لدونج وبيقوله ان في مصيبة وهي ان هينج اختفت مرة واحدة ومش عارفين ازاي ده حصل ولما الموضوع بيوصل للجو بتعرف ان اللي حصل ده بفعلا قدرات سحر واكيد في حد من عالم الخالدين هو اللي ورا ده وفعلا بيكون توقعها صحيح وده لان اللي ورا كل ده هو ياند وكان الفترة اللي فاتت كلها بيدور على هينج بس هي اول ما بتشوفه بتسأله هو مين وبيعرف انها فقدة ذاكرة وبيحاول يفكرها بنفسه لكن مش بيبقى فيه اي استجابة وبيروح تشول يانج وبيوريه له قدراته وبيقوله انه عايزه يتعاون معي وهم الاتنين هيستفادوا في يانج هياخد العرش ويبقى الملك وهو بيبقى عايز ياخد حجر لينج بيه وفعلا يانج مش بيتردد وبيقوله انه لما يوصل لمكانه هيعرفه وبنشوف تي وجوه رجع يخرجه تاني مع بعض ومش بيبقى فيه بينهم اي تكلف في الكلام وبيبقوا شايلين الالقاب على جنب وبيكون تي جاب اخره وبيبقى مخاب بحبه ناحية جو بصعوبة وبيديها اسويرة هدية وهي بتلبسها وبتعجبها جدا وفي الوقت ده بيكون دونج عارف من حد هو مكلفه بمرأبة جوه انها معتي دلوقتي فلما بترجع جوه البيت بتلاقي دونج مستنيها وبسألها ايا كانت فين فبتقوله انها كنت بتتمشى لوحدها في غابات البلد وبتجدب عليه وبيبص على قديها وبيلاقيها لبسة اسويرة وبيعرف ان تي لمدها لها وبيحزن لانها مش بتلبس المجوهرات الغالية اللي هو بيجيبها لها وبيقول لها تنام وترتاح لان باين عليها التعب وبيسيبها ويمشي بس الحب بيكون عمي ومخليه عايز يضحي بأي حاجة علشانها فبيروح تاني يوم ليها وبيقول لها انه بيحبها ومش عايز حاجة غيرها وبيبقى عايز يحسسها بالزنب ولو بتخونه هتوقف خيانة لكن تاني يوم بيجي حرس على دونجو بيقوله ان جوه مش موجودة في القص ولما بيروح يفتش ورفتها بيلاقي رسالة مفتوحة فبيقراها وبتكون من جول تي بتعرض عليه فيها انهم يهربوا سوا وانهم بيحبوا بعض وهو بيقبل فعلا وبيقول لها انه هيضحي بأي حاجة علشانها وبتكون جوه عملت كده علشان تجرحه واللي هو فيه يخلص ويرجعه هما الاتنين لعالم الخالدين تاني وبتكون خطتها نكحت فعلا وبيكون دونجي منهار وبيخلي جنوده يدوروا على جوه في كل مكان وفعلا بيقدروا يوصلوا لهم قبل ما يبعدوا عن المملكة وبيقبضوا عليهم وبيرجعوهم تاني وبترمي تيه في السجن وبتروح جول دونجي الاول وهو مش بيبقى مسدق انها يطلع منها كل ده فبيقول لها انه مش عايز يشوفه الشاه تاني لانها خانت سقطه فيها وبيرميها هي كمان في زنزانة مخصوص في المقبرة الملكية بتاعت عائلته لحد ما فيهم بيهجم جيش على المملكة وبيكون ينجل لورا الموضوع ده وبيعمل نفسه بيحارب مع مملكته وبيكون دونجي محتاج حد يساعده فبيضطر انه يخرج تيه من السجن وبيعينه تاني قائد الجيوش وبتكون جوه طلبة انها تشوف دونج ولما بيروح لها بتفضل تتحيل عليه وبتطلب منه يسايم احتيه ويخرجه من السجن علشان يدفع عن المملكة اللي بتتهاجم بس هو بيتضيق وبيقول لها انها جايباء علشان بس تدفع عن تيه وبيقول لها تيجي معاه وبيكون عايز يهربها من المكان اللي هي فيه علشان اكيد الحرب دي لو كبرت جيش العدو هيهجم على المكان اللي هما فيه بس قبل ما يمشوا بتحس الجوه عن طريق قدراتها ان المكان اللي هما فيه بيتهجم فعلا وبنعرف ان ينجا قدر يوصل لمكان الحجر وبيكون عايز يسرقه علشان يديل تشوه لكن فجأة بيلاقي دونج في وشه وبتكون جو نبهته ان الحجر بيتسرق وبتكشف خيانة اخوه ليه واللي بتكون بسبب الغيرة علشان دونج بقى الملك مع انه هو الكبير فبيدخل دونج في اطراع مع اخوه وفسط المعركة دي المقبرة بتكون بتنهار وهتتهد عليهم وبيكون دونج وجوه في خطر لحد ما بييجي تيه وبيخرجهم برا المكان وبيحبس نفسه مع جيش العدو وبيضحي بنفسه علشان هما يعيشوا وبتفقد جوه الوعي وبينقلها دونج للأصر وكمان بيروح لولدته واللي بتكون منهارة على ابنها اللي مات واللي كمان طلع خاين وبتكتئب جوه جدا وبتكون حزينة على تيه وبتبقى عايزة تخلص من اللي هي فيه فبتروح لمكان بعيد عن المملكة وبتكون مقررة انها تخلص على نفسها بس بيجي لها دونج وبيبقى عايزي خليها تقف وما تعملش كده بس هي مش بتغير رأيها وقبل ما تحدف نفسها بتقوله انها مش بتحبه وكانت بتحب تيه وبترمي نفسها وبتسيبه ينهار وبيفقد الوعي ولما بيفوق بتكون حالته وحشة جدا ويوم ورد تاني حالته بتسوق اكتر لحد ما في يوم بيموت وهو نيم من شدة حزنه وفجأة وعيه بيرجع له تاني في عالم الخالدين وبنروح لجوه وبنعرف انها خدت جس تيه وراحت بيها الملك اسمه كانج وبيكون قوي جدا وبتطلب منه يخليه خالد زيها ويرجعها لها فبيقول لها كانج ان فيه شجرة اسمها شجرة بيمبون وثمرها هي المسؤولة عن تحويله الخالد وبيوصف لها مكانها وبيقول لها انها بتسمر كل عشر سنين وفاضل على اثمرها الجاي 3 شهور فبتقول له جوه انها هتتصرف وهتجيب السمرة بنفسها وبيحاول يون انه يرجع كل ذكريات هينجي لها وفعلا بيقدر يعمل كده وبيكون فرحان قوي انه قدر ينقذها لكنها بتوصف له مكان بعيد وبتقول له يروح يجيب لها اعشاب من هناك علشان تعالج نفسها وهو بيقول لها انه مش هيتأخر عليها لكن هينجي بتكون روحت لمكان غريب وقلقت تعويزة وبتنط فيها وبتكون راحت لمكان في عالم البشريين بعيد عن عالم الخالدين علشان تبقى لوحدها هناك خصوصا بعد كل المصايب اللي حصلت لها وبيروح تشيان لوالد جوه وبيقول له ان فيه ملك عايز يتجاوز جوه وبيبقى الملك كانج وطبعا والد جوه بيوافق بس بيقول ان رأي جوه اهم لكن جوه بتكون مكتئبة من ساعة اللي حصل في عالم البشريين وعلشان صحبتها تشينج عايزة تخليها تفك بتاخدها وبيروحوا يشربوا سوا لحد ما جوه مش بتبقى عارفة هي بتعمل ايه وكمان بتقول لها انها عشان تنسى دونج واللي حصل لازم تلاقي حد تاني تحبه غيره وينسيها الحب ده ولما بترجع جوه البيت بيستقبلها والدها وبيحضنها وبيدخلها غرفتها وبيعرض عليها الجواز من كانج بس هي مش بتكون مركزة وكل اللي هي بتفكر فيه هو كلام تشينج وازاي تدور على حبيب تاني وبتطور مرة واحدة وبتقول انها موافقة على الجواز وبتمضي كمان ولما بتنام جوه وبتسحة تاني وبتكون في كامل تركيزها فبتقول لها اختها انها مضت على عقد الجواز من الملك كانج فبتتصدم جوه لانها مكنتش فوعيها وبتروح لوالدها وبتقوله انها مش موافقة تتجوز كانج بس والدها بيقولها ان ده لاعب عياله لازم تتحمل مسؤولات اللي هي عملته فبتقرر جوه انها تروح لكانج بنفسها علشان تقوله يرفض الجواز منها وبتروح اخت جوه لوالدهم وبتقوله على اللي جو هتعمله فبيروح بسرعة وراها علشان يلحقها قبل ما تعمل اي مصيبة لكن بتكون جو وصلت لكانج وقالت له يرفض الجوز منها بس هو بيقول لها انه معجب بيها وبيحبها وعايز يتجوزها فبتقوله انهم هيتبرزوا بالسيف واللي هيفوز التاني هيسمع كلامه وفعلا بيتبرزوا بس بيوصل والد جو وبيقدر يوقف كل حاجة وبيتأسف لكانج كتير علشان يسمحوا وبيبقى عايز يعاقب بنته على الموقف الوحش اللي هي حطته فيه ده بس كانج بيقوله انه مش زعلين وانه موافق على كلام جو وهم مش لازم يتجوزوا خلاص الاهم انهم يفضلوا صحاب وبنعرف ان في حدث موسمي بيحصل كل سنة بتروح فيه جو مع شارتها لأصر دونج وبيحتفلوا هناك لمدة 4 ايام لكن لما دونج بيشوف جو بيشبه عليها بس مش بيبقى فاكر شافها فين وبيفضل كل ما يشوفها جو يرخم عليها وهو فرحان وبيبقى حاسس انه لأول مرة اتشد الوحدة وكمان نائب دونج ومينج بيبقوا حاسين نفس الاحساس وشايفين ان دونج وجو ليقين على بعض وبرغم ان جو كانت بتتمنى ان دونج ياخد بيله منها لكنها بتكون متوترة وخايفة بسبب انها مش متعودة منه على المعاملة دي وفي يوم بتكون جو قاعدة في نص الاحتفال وعمالة تشرب لحد ما الكل بيمشي ومش بيتبقى غيرها وبتفضل قاعدة لوحدها فبيروح لها دونج وبيسألها ايه اللي مقاعدها بس هي مش بتكون فوعيها وبتفضل تخرف في الكلام وبتقوله انها زعلانة منه علشان مش فاكرها وفجأة بتنام على نفسها في حضنه فبيستغرب دونج من اللي هي قالته ومش بيبقى فاهم هي قالت كده ليه ومن وقتها وهو بيبقى مركز معها اكتر من الاول لحد ما في يوم بتكون جو قاعدة مع اختها الصغيرة ولما بتلاقيه داخل عليهم بتتحول لمنديل وبتقول لأختها الصغيرة ان جو مشيت من شوية فعشان يعقبها على الكتب وفي نفس الوقت يهزر معيها بياخد جو بيقوله انه منديل عادي وبتفضل جو معيه ومش عارفة ترجع نفسها لجسمها الطبيعي وكمان بيفضل يرميها في المياه ويحطها في علبة البخور وبيخنقها وكمان بيحطها جنب الاكل وبيحاول يعذبها علشان تتحول تاني لجسمها الطبيعي ويبقى شكلها وحش قدامه بس هي بتصمد على قد ما تقدر لحد ما في يوم بيكون حاطة جو هي منديل كده على دريعه وبينام فبترجع جو تاني لجسمها الطبيعي وبتبقى عايزة تمشي ولما بتقوم بترمي تعويزة على دونج علشان ينام وفعلا بينام وهي بتمشي بس دونج بيبقى بيمثل عليها لانه اقوى من ان تعويزة نوم من جو تأثر عليه وبتطلع جو بتقعد برا بيت دونج بس هو بيطلع وبيرمي عليها تعويزة نوم وبينيمها وبيعود جنبها وبيفضل يتأمل في ملامحها بعد كده بيحولها المنديل تاني بس المرة دي غزب عنها وفجأة بيلاقي يان بينادي عليه بصوت عالي على اعلى جبل في عالم الخليدين فبيروح دونج ليه وبيكون يانج مش طيقه علشان هو كان سبب من اسباب بعد هنج عنه ودايما شايف نفسه قليل قصوده وفعلا بيدخله في صراع كبير سوا وفي وسط الصراع بتقع جو من جيب دونج فبيحولها دونج الجسمها الطبيعي تاني لكن بتيجي دوما نتيجة الصراع اللي حصل ده وبتطير يان وجوه بعيد وبيقعوا من على الجبل ولما بيفوقوا الاتنين بيلقوا نفسهم في مكان غريب وبالصدفة بيكون المكان ده قريب من الوادي اللي شجرة بيمبون موجودة فيه فبتقرر جوه انها هتفضل في المكان ده لحد ما تقدر تجيب السمرة من الشجرة دي وعلشان ما تبقاش لوحدها بتاخد يان معها وبتقوله ان فيه سمرة سحرية بتصمر على شجرة قريبة من المكان ده ولو كلها هيبقى أقوى من دونج فبيوافق انه يساعدها في مهمتها لكنهم لما بينزلوا الاتنين في فجوة وبتنقلهم للوادي اللي الشجرة فيه بس بيقعوا الاتنين على أمير من أمراء الوادي وبيتقبض عليهم وبيتراموا في السجن لأنهم كانوا هيقتلوا الأمير وغير كده هم غرباء عن البلد ومش عارفين هم ممنين لكن لما الأمير بيفوق بيروح لولدته الملكة وبيخليها تعفو عنهم وفعلا بيتم إطلاق صراح يان وجوه وبيتعرض عليهم كمان أنهم يدرسوا في كلية الوادي دي وفعلا بيوفقوا لكن الغريب أن بيكون فيه عازفة مخصوصة قعدة جنب الملكة ولما بيبص يان عليها بيتصدم لأنها بتبقى نسخة طبق الأصل من هينج لكنها مخبية وشها بس جوه بتاخده وتمشي لأن ما ينفعش يفضل واقف الوقفة دي وبيخدهم الأمير للمكان اللي هيعيشوا فيه وبيعرفهم بنفسه وبيقولهم إن اسمه ليه وبيعرفهم إنه خل الملكة تطلق صراحهم لأنه عارف إنهم ما كانوش يقصدوا فبتقوله جوه إنهم من عالم الخالدين أساسا وهي يويان أمراء في عشرتهم وعايزين يرجعوا عالمهم في أسرع وقت بس ليه بيقولهم إن البوابة اللي بتربط العالمين بتتفتح كل 60 سنة وهي لسه مقفولة دلوقتي وده كده معناه إنهم مجبرين يعودوا 60 سنة في المكان ده وأي حد يقدر يدخل للعالم ده لكن مش هيقدر يخرج قبل 60 سنة فبتسلم جوه للأمر الواقع وبتقول إنها هتحاول تلاقي حل لكن مش قبل ما تاخد السمرة اللي هتخلتيه يعيش تاني وبتتفق جوه مع يان إنهم يبقوا زي الإخوات في العالم ده لإنه مصلحتهم واحدة وبيعرف دونج مكان جوه بيقرر إنه يروح لها هناك ويرخم عليها وما يسيبهاش لوحدها ولما بيروح دونج للكلية اللي يان وجوه فيها بيتم الترحيب بيه لإنه بيبقى أشهر من النار على العالم بس لما يان بيشوفه بيتعصب وبيقوله إنه السبب اللي هم في دلوقتي وكل اللي في المكان بيترعب ومنقضها بدونج بس دونج بيدحك وبيقولهم إنه صديق قديم وبينهي الموضوع وجوه مش بتكون موجودة لإنها بتبقى متأخرة وما جاتش لسه ولما بيروح يان وبيقولها بتطلع تجري لكنها بتلاقي دونج فشها فبتمثل إنها مش خايفة منه وبتقوله إنها متضايقة لإنه حاولها المنديل فبيقولها إن هي اللي كتبت وحاولت نفسها المنديل في البداية وهو مش بيحب الكذبين بس هي بتفضل زعلانة منه فبيقولها إنه هيعوضها وبيحاول نفسه المنديل وبيقولها تعمل فيه اللي هي عايزة وفعلاً هي مش بتتوسط وبتفضل تضرب في المنديل وتبله في مية ساعة وتعذبه وبيروح يان لهينجو بيقولها إنه عارف إنه هي بس هي بتفضل تنكر وبتقوله إنها مش عارفة هو بيتكلم عن مين لحد ما بتعرف إنها مش عارفة تجدف فعلا فبتقوله إنها موجودة في المكان ده علشان مش عايزة تعيش في العالم التاني بعد كل اللي حصل لها وبتطلب منه ويمشي من بيتها فبيطلع وبيقول إنه هيخليها تهدى وهيجيلها تاني وبيشوف يون دونج بيلعب شطرنج مع النائب بتاعه عن طريق تعويزة فتح بيها العالمين على بعض وبيروح يقول لجو بس جو بتداي لإن كده دونج بيتحك عليها وهو مش المنديل اللي في إيديها ولا حاجة فبتروح له وبتفضل تزعق وتقوله إنه ضحك عليها وإن دي حرقات عيال وهي مش هتصدقه تاني وبتصيبه وتمشي والنائب مش بيبقى مسدق إن دونج بهيبتو دي قدر يستحمل كلام العيال بتاعه وإزاي تتعصب عليه وهو ما يعملش أي حاجة بس دونج نفسه مش بيكون عارف إيه اللي مصبره بس هو مش زعلين ولا متضايق منها وبتروح ينجل دونج وبتقوله إنها مستعدة تخدمه الفترة اللي هيبقى موجود فيها في العالم ده لإنه خدمها لما خليها تهرب مع سوه وما كانش ضدها وفعلاً هو بيوافق ولما جوه بتشوفها تاني يوم وهي معاه بتزعل جداً وبتحس إنه مهما عملت فهنجة هتتفوق عليها عند دونج وفي يوم بيكون دونج قاعد لوحده وبيكون الجو ساقع تلج فبتروح له جوه علشان تخليه رجع بيته ويتدفى وما يتعبش بس الغريب إنه بينام على رجليها وبيمسك إيديها وبيحضنها وبيقول لها إنه عايزها تدف فيه وهي كمان بتتعب من القاعدة السبتة دي وبيناموا لاتنين جنب بعض لكن لما بيصحى دونج بياخد جوه على بيتها وبيغطيها وبيفضل معيها طول الليل لإنها كانت تعبنة جداً وفضلت تتكلم وتقول إنها مش عايزة تبقى لوحدها ولما بتصحى بتلاقيه قاعد جنبها بس بتتكسف وهو بيقول لها إنهم ما عملوش حاجة وهي بس كانت خايفة وبيروح يون لهينج تاني بس هي بتكون ذهقت من إلحاحه وبتقوله إنهم صحاب مش أكثر وهو بيفرح لإنه على الأقل هي تقبلت إنهم يبقوا صحاب وفي يوم بيحس دونج بطاقة غريبة والطاقة دي بتكون من الشيطانة مياو وبتكون القيود اللي عليها ضعفة وطاقتها دي بتبقى أرطة ويدني لدونج تعرفه اللي هي هتعمله والطاقة دي بتبقى عايزة تهاجم جوه بس دونج بيحميها لكنه مش بيبقى مرتاح وتاني يوم بيستدعي جوه وبيقول لها إنه هيدربها بنفسه على أساليب قتال دفاعية وهي فعلا بتوافق ويوم وورا التاني فعلا بتبدأ جوه إنها تتعلم تقنيات جديدة وحركات جديدة بتفرق معاها في الهجوم والدفاع لكن برضو مش بيبقى ده هدف دونج الوحيد لكنه بيبقى عايز يقرب من جوه أكتر وده بيحصل فعلا وبيبين إنه بقى فيه تناغم بينهم لكن جوه بتفتكر إنها جاية للمكان ده علشان هدف معين وهو صمرة من شجرة البينبون وفعلا بتروح للشجرة لوحدها من غير ما تعرف يان بس فجأة بتلاقي تعبين كبيرة بتهاجمها وبتبقى دي أساليب الحماية التلقائية اللي بتبقى حوالين الشجرة ولما جوه بتعنت بتبقى عايزة تسرق صمرة واحدة وتهرب بيها بتلاقي نفسها تجمدت في مكانها وبتسمع صوت عالي بيقول لها أهلا يا أريانا لكنها بتصرخ صرخة عالية بسبب الوجع فبيتجمع كل أهل المدينة وكمان بيروح دونجة لما بيعرف أن مصدر الصرخة هي جوه وبنعرف أن عشان تاخد السمار من الشجرة دي لازم تدفع تمن غيري جدا وبنعرف أن الشجرة دي لعنة على أهل الوادي ووراها سر كبير جدا بتحكي ملكة الوادي لدونج بس فبيقرر دونج أنه لازم يروح لجوه ويساعدها في اللي هيحصل لها ولما بيسألوا إيه اللي هيحصل مش بيرد عليهم وبيروح يتجمد جنب جوه وفعلا بنلاقي شايلها وماشي بيها في مكان تاني خالص وكأنهم اتنقلوا العالم تاني وبنعرف أنهم في حلم أميرة اسمها الأميرة أريانا بس ماتت وعلشان يخرجوا لازم يعيشوا حياتها بالتفصيل ويكتشفوا السر ويقدروا يخرجوا أو يموتوا جوه زي اللي سبقوهم ولما بتفوق جوه من الغيبوبة اللي كانت فيها بتلاقي دونج قدامها فبتحس أنها بتحلم وخصوصا أنه بيبقى قريب منها جدا وبيقعدوا يتكلموا سوا وبيقولها أنه بيحبها وعارف أن هي كمان بتحبه وهي بتكون مصدومة من كلامه بس هي دي فعلا الحقيقة وبتقوله أنه كان بيضايقها طول الوقت وبيقولها أنه كان بيحب يهزر معيها ويشوفها متعصبة لأنها بتكون جميلة وهي عصبية وبيفضل يقرب منها وينيمها على سري لحد ما بيلقي عليها تعويزة وبيخليها تنام وبيشيلها وبيروح يحطها في تابوت وبياخد حاجة من دماغها وبنعرف أن دي ذكرتها وبيبقى عايزها تعيش حياة إريانا ويقدروا يخرجوا من غير ما تصاب هي بأي أذى وبيدخلوا هما لاتنين الحلم وبتصحجوا فجأة وبتلقي نفسها نايمة في أسره كل اللي تعرفوا أن اسمها إريانا ومش بتبقى فكرة أي حاجة وبتلقي تعبين كتير في المكان وده لأنها المفروض أميرة مملكة التعبين لكنها بتكون خايفة منهم وكل الخدين بيبقوا فاكرينها بتهزر وبنعرف أن دونج موجود معاها في نفس المدينة وكمان قريب منها وبيستخدم قدراته السحرية في أنه يغير شوية تفاصيل في الحلم ويبقى هو كمان أمير وكمان يبقى الأمير جزء إريانا وبيروح للأصر الملكي بتاع أهل إريانا وبيكون عندها أختين مش بيحبوها ودايما بيتمنوا لها الشر علشان كده إريانا بتعيش في أصر لوحدها وكمان بيكون في مشاكل بينها وبين دونج فكل واحد فيهم بيبقى عايش لوحده وفي يوم بتكون إريانا بتاكل في مطعم وبيكون كل الأكل عبارة عن تعبين فبتبقى أرفانة وبتجري من المكان لكنها بتغبط في واحد شبه دونج بالزبط لكن بشعر اسود وبيسألها هل هي مش فاكرة بس إريانا مش بتكون فاكرة فعلا وبيقول لها النشين وبنعرف إن شين ده يبقى واحد بيحب إريانا جدا لكن القدر مش عايز يجمعهم ببعض بس إريانا بتكون أرفانة فبتضطر إنها تجري للبيت وهناك بتلاقي حد مستنيها وبتخلي الخادمة تدخله وبيعرف نفسه وبيكون ده المعلم بتاعها واسمه سول وهي طبعا علشان مش فاكرة أي حاجة فبتسلم الأمور وخلاص لكن في الحقيقة سول ده يبقى سحر قوي في عالم الخالدين وهو اللي استدعيه علشان يدخل ويساعدهم في حلم إريانا لكن لما الخادمة بتمشي وبيقوم وبيحي إريانا بيقول لها أهلا يا أميرة جو فبتستغرب جو من اللي بيقوله فبيخدها على جنب وبيقول لها إنها فقدة زاكرة لإنها في حلم أميرة اسمها إريانا وهترجع لها في الوقت المناسب لكن أهم حاجة تكون عرفها إنها في حلم ولازم تمشي على وطيرة الحلم زي ما هي وهو هيتعيدها على كل ده لحد ما يقدر يخرجه من الحلم ده فبتقوله إنها معتمدة عليه ويتاني يوم بيكون فيه مناسبة للعيلة الملكية وبيكون دونج هناك ومستني إنه يشوف جو بأي طريقة ولما بيشوفه سول مش بيروح يكلمه لو إنه مش بيبقى متأكد إن ده دونج اللي يعرفه وأي غلطة هيغلطها هينتج عنها مصايد كبيرة لكن دونج وجو مش بيقدروا يكتمعوا اليوم ده وبتروح جو لسول وبتقوله إنها هتبات معي علشان خايفة من التعبين بس هو بيفقدها الوعي وبيشيلها علشان يوديها لغرفتها لإنها كده هتبوص خطتهم وتاني يوم بتروح جو علشان تفتر مع إخوات إريانا وبيكون دونج هناك ولما بيشوف جو بيتبسط جدا لكنها مش بتتعرف عليه وحتى مش بيقولولها النجوزها لكنها بتاخد بالها إن فيه أخت من إخواتها معجبة بدونج فبتقوم بسرعة وبتروح لسول وبتقوله إن فيه خطة هي عايزة تعملها علشان تدايق بها إخوات إريانا لإنهم أشرار والخطة دي هي إنهم يحفروا حفرة مليانة مية وسول يلبس لبس شبيه بدونج ويجذب الأخت دي ويوقعها في المية وبيتفقوا إنهم هيعملوا كده بالليل في الضلمة وبيكتب سور رسالة وبيبعتها الأخت إريانا علشان يقابلها بالليل وبيروحوا كلهم للأصل الملكي علشان يكملوا الاحتفال بتاعهم وبيشوف دونج شين وبيبقى مستغرب إزاي هو شبه وكده ومحدش ملاحظ غيره بس هو بيسكت لحد ما يعرف إيه الحكاية وبالليل بينفزوا خطتهم وبيقدروا يوقعوا أخت إريانا في المية وبيروح سول معيها علشان يوصلها البيت وبتقعد جو مع سول لما بيرجعوا تاني وبتكون المردز علينا وبتقول إنها فجأة حست بمشاعر إريانا وإزاي هي كانت وحيدة ما عندهاش صحاب ولا جوزها بيحبها وكمان إخواتها عايزين يقزوها وبتفضل تعايد في حضن سولو بيكون دون جواقف من بعيد بيتفرج عليها لكن بيلقي تعويزة نوم على جو وبيبدل مكانه بمكان سولو بيشيل جو وبيقول لسول إن ليهم كلام سوا وهيجيله تاني وبيروح يودي جو لغرفتها وهي لما بتفوق بتتكسف فبيقول لها إنه في الأول وفي الآخر جوزها وبيخليها ترتاح وبيقول لها إنه هيمشي لما هي تنام لإنها تعبانة وفعلاً لما بتنام هو بيمشي وبيروح لسولو بيعرفه إنه لسه محتفظ بذكرياته ومش ناسي زي جو ومن دلوقتي موضوع خروجهم هيبقى جد ولازم ينفزه كل حاجة صحة وما يعرفه الجو أي تفاصيل غير في الوقت المناسب وبيأمره يخلي باله من جو وبنعرف إن شين يبقى خاطب أخت من أخوات إريانا وده بسبب إنه كان حزين على جواز إريانا فقرر إنه هيتجاوز أختها ويعزب نفسه أكتر وبيفضل دونج لازق في جوب بما إنها مراته قدام الكل وبيكون فيه تقليد من تقاليد الاحتفال عندهم وهو إن إريانا تحارب نمر أبيض أسطوري لكنها بتكون ضعيفة وبيساعدها شين وبينجحه في إنهم يوقفوا تهديد النمر ده لكن شين بتفقد الوعي بسبب ضعفها وبيشيلها دونج علشان يعالجها وبيشيلها وبيروح للتابوت اللي جسمها الحقيقي فيه علشان يمدها بالطاقة لكنه بيلاقي جزء من طاقة مياو بتهاجم التابوت ده فبيحط جو على جنبه وبيروح علشان يوقف مياو لكن بتفوق جو في نص الصراع ده وبتروح للتابوت وبتفتحه ولما بتلاقي نفسها نايمة فيه بتتصدم ولما بتلمس نفسها بتدخل جوه العلامة اللي في جابهتها ولما بتفوق بتكون ذاكرة جو القديمة رجعت لها فبتنادي على دونج وبتعرف إنها فاكرة كل حاجة فبيروحوا بيقول لها أهلا بيها لكنه بيروح يكمل صراعه مع مياو وبيخلي جوه تبعد عن المكان ده فورا وفعلا هي بتبعد ولما بيخلص دونج الصراع مع مياو بيكون تصاب وضعيف وحالته وحشة فبيروح لجوه اللي بتعالجه وبينيمه جنب بعض علشان يرتاحه ولما بيحس دونجه إنه كويس بيشيل جوه وبيبقى عايز يمسح ذكرياتها تاني لكنه بيقول إنه مفيش مينة إنها تفضل بذكرياتها ويسلوا بعض في العالم ده ولما بتسحى جوه بتلاقي دونجه قدامها وبتكون مكسوفة منه لإنه بقى يسرح فيها كتير وهي نايمة بس هو بيقول لها إنه في العالم ده جزها وحقه يعمل كده وبيفضل ينبه فيها إنها ما تقعش بلتانها قدام حد ولا تبوص خطتهم علشان يقدروا يخرجوا من هنا وبتروح جوه لسوله وبتقوله إنه ذكرياتها رجعت لها وبنعرف إن دونجه بيصنع أداة سحرية هتقدر تخليه وبيخرجه من المكان ده أسرع وبيطلب من سول إنه يساعده في صناعها وبتتواصل جو مع عشين بالرسيل وبنعرف إنه في حياة إريانا كانت بتتواصل مع عشين وكان فيه بينهم شبه علاقة حب ومحرمة لإنه هما الاثنين مرتبطين ودي اسمها خيانة لكن سرعان ما بيكتشف شين إن دي مش إريانا لإنه عارف خط إريانا كويس وبيقول لها إنه مش عارف هي مين وبيسيبها ويمشي وبتقعد جوه تفكر في شين وهي زعلانة عليه لإنه حزنه باين في عنيه لكنها بتلاقي دونج واقف بره بيتها ولما بتطلع له بتلاقيه بيلبسها تاجه وعمله بنفسه من الأزهار وبيخدها المهرجون في المدينة علشان يقضوا وقت سوا كاتنين بيحبوا بعض وفي الوقت ده بيكون سول بيصنع الأداة السحرية وبيستخدم كل طقته ويتاني يوم بنشوف شين في بيته وبيصحى من النوم وجسمه متكسر لإنه شرب كتير في ليلة مبارح وبنعرف إنه عارف إنه في حلم إريانا وبيكون معاه أداة سحرية فيها ذكريات ووعي إريانا وبيكون في خطة هو ماشي عليها لو نفعت هيقدر يخلي إريانا تعيش تاني وبيعيش دونج مع جو في بيت واحد وبيجي لهم شين وبيتأسف لجو وبيقول لها إنه ما كانش يقصد الكلام ده لإنه سكران وهو ما كانش سكران ولا حاجة بس علشان ما يحسسهاش إنه هو وراه سر هو كمان وبنشوف والدة إريانا رايحة لشين في مكان شغله وبيكون من أشطر صانعي السيوف في المملكة ومش بتكون طيقاء وبنعرف إن هي كمان مش بتحب إريانا ولا بتحب أي حد بيحبها وبنعرف إن علاقة دونج بجو طوارب جدا وبقوا زوجين رسميين وبيوعدها إنهم لما يرجعوا تاني للعالم بتاعهم هيتجوزوا وكل شوية الاتنين بينسوا إنهم في مهمة ولازم يخرجوا من العالم ده واللي بيفكرهم هو سل اللي بيبقى مسحول في صنع الأداة السحرية الواحده في أغلبية الوقت وفي يوم بيطلب شين من جو إنهم يتكلموا وبيوريها الأداة السحرية اللي معي وبيعرفها إن فيها وعي وذكريات إريانا وبيعرفها كمان إن هو اللي عمل للحلم ده لإنه مش قادر يتقبل حقيقة إن إريانا ماتت ومش عايزها هي كمان تخرج منه لإنها شبه إريانا طبق الأصل لكن بتكون مياوسة معيها وبتروح علشان تقتل جو لإنها مش عايزة دونج يخرج من العالم ده ويديها فرصتها في إنها تحرر نفسها وتنتقم من كل اللي سهم في سجنها لكن شين بيدفع عن جو وبالغلط بيكسر الأداة السحرية وبتخرج ذكريات إريانا وبتندمك في وعي جو وبتقول جو لشين إنها فاكرة كل حاجة حصلت بينه وبين إريانا وبتقوله إنها عارفة قد إيه هو كان بيحب إريانا ومش مصدقة هي الزيز تحملت كل اللي حصل لها ده وبنعرف إن دونج وصول خلصوا صنع الأداة السحرية وبتكون عبارة عن ميريا بتعرفهم إيه اللي حصل في حياة إريانا وبنعرف إن إريانا كانت مكروها من إخواتها البنات ووالدتها جدا واللي بنعرف إنها مش والدتها لكنها زوجة والدها وفي يوم زوجة والدها اتفقت مع مملكة تانية عدوة للمملكة بتاعتهم على اتفاق هدنة بس بشرط إنهم يبعثوا جيش ويحاربوا بعض علشان إريانا تموت في المعركة دي وفعلا ده اللي بيحصل وبتروح إريانا علشان تحمي المملكة من الشر ده لكن جيش العدو بيبقى أكتر من جيشها بمراحل وبتضطر إنها تضحي بنفسها وبتستخدم قدرات سحرية وبتقضي على جيش العدو والتمن اللي بتدفعه للقدرات السحرية دي هي حياتها وبتموت بين إيدين شين ولما عرف شين إن كل اللي حصل ده من تخطيط زوجة والد إريانا قرر إنه يعيش المملكة كلها في لعنة واستخدم قدراته السحرية وخلى الشتاء هو الفصل الوحيد في المملكة وزرع الشجرة الملعونة علشان أي حد يقرب منها يحس بوجع إريانا والمملكة دي هي مملكة الويدي والملكة هي أخت إريانا الكبيرة وبنعرف إن سر قدرات إريانا وشين السحرية بيرجع لأنهم قراناء لدونج وجو وبيكون قدر الاتنين إنهم يحبوا بعض ويتقابلوا في كل العوالم المختلفة لكن شين بيكون اقتنع إن جو مالهاش زمب ولازم يخرجها من الحلم ده ويتخلى عن خطته في إنه يخلي إريانا تعيش تاني لإن ده قدرها وبيقول لجو إن كل اللي هي شفته ده هيتعاد تاني لكنه هيختصر عليها الموضوع والأحداث بتمشي بالترتيب لحد يوم الحرب وساعتها شين بيستخدم هو القدرات السحرية علشان يضحي بنفسه ومايموتش جو لكن لما دوره بيخلص في الحكاية بيروح وبينتحر في المية وهو معاه أداته السحرية بعد ما رجع ذكريات إريانا فيها ولما بيموت بتندمج ذكرياته مع دونج اللي بيكون بيحارب جيش العدو وبيخلص معاهم وبياخد جو وبيخرج من الحلم وبيكسروا اللعنة وبيرجع جو للبيت وبيعالجها وبيروح لسجن مياو علشان يعيد تجديده وما يديهاش فرصة إنها تهرب تاني وبيرجع لجو وبينام جنبها وهي بتكون مفكرها ينساها زي ما بينساها بعد كل مغامرة ليهم لكنه بيبوسها من دمخها وبيقولها إنه لسه بيحبها وبتشكر الملكة دونج وبتقوله إن الوادي مفتوح له في أي وقت لإنه خلصوا من اللعنة اللي كانوا مفكرين إنها عمرها ما هتتفك وبتروح جو معيان لصديقهم الأمير ليه وبيودعوه علشان يرجعوا تاني للعالم بتاعهم وبنعرف إن دونج طلب من أهل الوادي إنهم يروحوا للسجن بتاع مياو ويحصنوا أكتر ما هم اتحصن علشان كل فرص مياو تنتهي لكن بنعرف إن الشيطان تشو بيساعد مياو وبيحاول إنه ينقذها من اللي هي فيه وبترجع تاني جو لكانج وبتكون قدرت تاخد السمرة من شجرة البينبون وهو قال لها إنه هيعمل اللازم ويخليه يعيش تاني وبتقدر مياو إنها تتحرر من السجن اللي هي فيه بكل قدراتها وبتهزم مملكة الوادي وبتكون ضعيفة جدا وبتخلي تشو يجيب لها شياطين تتغذى عليهم علشان تقدر ترجع تقتها تاني وبالفعل بيعمل كده وبيحس إنه فتح على نفسه باب من أبواب جهنم لكنه بيكون مكبر إنه يطيعها علشان كل تعبه ما يروحش على الفاضي وبيروح دونج العيلة جو وبيطلب منهم إنه يتجوز بنتهم وهما طبعا مش بيبقوا مصدقين اللي هما بيسمعوه لكنه بيأكد لهم إنه بيحبها وهي بتكون موافقة فعلا وبيتفقوا على كل حاجة وكمان بيتفقوا على معادة الفرح وبييجي يوم الفرح وبيروح دونج الأرض الشياطين لإن ملك الشياطين تشي طلب مساعدته لإن فيه جاسوس بينهم وبيساعد نياو وبيعرفوا إنها تحررت ولازم ييجي حاربها معاهم لإنهم مش هيقدروا عليها لوحدهم لكن الفرح بيبدأ ودونج مش بييجي وبيبقى شكل جو قدام أهلها والناس كلهم محش جدا ومش بتبقى عارفة تقول لهم أي مبرر وبتعرف إنه دونج تخلى عنها والمصيبة الكبيرة إن جو بتعرف إنها حامل ومش بتبقى عارفة تتصرف إزاي خصوصا إن والد الطفل اللي هو دونج اتخلى عنها ومش عايز يتجوزها وبنعرف إن دونج بيحارب مياه بجد وصحيته تدهورت بدرجة إنه بقى يرجع دم لكن محدش يقدر يوقفها غيره وبترجع جوه لكانج علشان تي وبتوصي عليه وبتقوله إنها وراها حاجة لازم تخلصها وأهم حاجة يخلي باله من تي ويعلمه شوية أساليب سحر لما يصحق علشان يعتمد على نفسه ويعرف يعيش في عالم الخالدين وبتعدي السنين وبنعرف إن جوه نزلت لعالم البشر وخلفت ابنها اللي اسمه جان وبيكون خالد زيها وبتضطر كل شوية تصبغله شعره اسود علشان بيبقى شايل جينات والده وشعره بيكون في الحقيقة أبيض وكمان كل شوية بينقلوا المكان تاني علشان هم مش بيكبروا وده هيخلي الناس تشك في أمرهم وكمان مش بتبقى معرفة جان إنه عنده والد أساسا وإن هي والدته وكل اللي ليه بس لكن بيجي لها رسالة من كانج بيقول لها تجيله فورا فبتقول لابنها إن جه الوقت اللي يرجعه للوطن وبنعرف إن تي فاق وبتكون جوه لازم تحضر معي مراسم دخوله لعالم الخالدين فبتضطر إنها تسيب ابنها مع كانج وبتطلب منه يخلي باله منه ولما بتخلص مراسم تقديم تي وبتشكره على كل اللي عمله علشانها لإنها ملاحقتش تشكره ومات فبتروح لبيتها تقعد فيه شوية بس فجأة بتلاقي دونج داخل عليها وبتكون حالته سيئة وبيطلب منها يعود معيها وفعلا بتخليه يعود بس هو بيقول لها إنها وحشته وإن كل اللي حصل منه ده غصب عنه وبيطلع لها خاتم علشان يتجوزه بس هي بتكون خايفة منه وفض بيها الكيل وبتقوله إنها مش هتصدقه تاني ومش عايزة تشوفه أساسا وبتسيبه وتمشي فبيعاية دونج لإنه عارف إنه قرب يموت وبيجيب أقرب خادم عنده وبيقوله لما يموت يدي الخاتم ده الجو ويفهمها هو ليه بعد عنها ورجع تاني يديها الخاتم ده وبيروح دونج معيان علشان يتعاون ويكملوا سراع مع مياو والمرة دي آخر مرة لإن دونج هيضحي بنفسه ولو اضطر إنه يقتل نفسه علشان يقتلها هيعمل كده وبتروح جو الكانج علشان تاخد ابنها وتمشي لكنها بتعرف منه إن النهار ده آخر معركة بين دونج ومياو وحد فيهم لازم يموت إذا ما كانش الاثنين وخصوصا بعد مرة دونج ففضت صدم جو وبتروح لأصر دونج ومش بتلاقيه هناك لإنه بيكون اتجه لمياو خلاص وبيديها الخاتم بتاعه الخاتم وبيقولها إن مياو كانت بتخطط إنها تقتلها علشان كده هو بعد عنها ويركز أكتر في إنه يقضي على شرها وكمان الخاتم ده فيه نص قوته علشان لو فيه أي حاجة تقذيها قوته هتحميها فبتنهار جو لإنها كانت مفكرة إن دونج كان هربان منها وبتبقى عايزة تروح له فيهم يخرج عايز وكمان محدش بيبقى قدر يدخل الغلاف ده بس بتفتكر جو إن معاها خاتم دونج وفعلا بتقدر تدخل في الغلاف وبتروح علشان تساعد دونج لإنه قوته مش بتبقى مساعدة في أي حاجة وفعلا بيتعاونوا سوا وبيقدروا إنهم يتعانوا مياو طعنطين في قلبها وبيقضوا عليها نهائيا وبينيموا لتنين في حضن بعض لإنهم عارفين إنهم مش هيقدروا يخرجوا من الغلاف ده وكمان صحابهم بيكونوا بيحاولوا يخرجوهم بس مش بيبقى فيه فايدة لكن لما دم دونج بيندمج مع دم جو بيحصل شيء غريب وفجأة بينهار الغلاف ده وبنعرف إن دمهم الملك ينادر جدا ولما اندمج نتج عنه طاقة سحرية جبارة وبعد أيام بتفضل جو فقد الوعي لإنها بتكون تعبد جدا في آخر قتل لها وبيدخل جان ابنها عليها وبيكون دونج قاعد جنب مراته ولما بيسأل الولد ده هو مين وبيقوله إن ابن جو بيعرف إن ده ابنه وخصوصا إنه شبهه جدا فبيقوله إنه هو يبقى والده وبياخده في حضنه وبيتجوزه وبيعيشه سوى في سعيدة بعد ما تخلصه من شر ميوم وكمان دونج صحيته رجعت له تاني وبقى أقوى من الأول وهنا بيخلص مسلسلنا أشوفكم بقى في مسلسل جديد سلام